مرحباً 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 أتمنى أنكم جميعاً مرحباً اليوم سنبدأ لنستمرنا اليوم نكمل درسنا ونخلصه إن شاء الله عشان نبليش حل لنفعل المشاركات والعملات التي أعطينا لنا حكينا أنه في الفيديو نتحدث لساعة متتالية ساعة كاملة للساعة اللي إجت بعدين they watched one strange creature after another يعني واجدوا شاهدوا مخلوق غريب وورا مخلوق تمام؟ وحكينا أول شي إنه شافوا there were crabs بعد هيك إجا الإيل وقلنا or characteristics for each one of them for example if you remember I showed you some of the pictures for crabs and I showed you pictures for eel so crabs حكينا إنه they had هدول اللي شافوهم عندهم الكاركترستيكس شو هي small podes and long thin legs إذن أجسادهم صغيرة جدا وعندهم long thin legs أرجل طويلة ونحيلة إذن ما إجينا إذن ما إجينا للإيل كيف الرايتر أو الناريتر سوري كيف الناريتر هون describes describe the eel أو حكى لنا الكاركترستيكس of the eel إنه هي عندها long thin tail يعني عندها دنب طويل نحيل والهد شو ما له عندها والماث Enermos بتتكروا tiny very small هي giant حكينا معناها giant spiders قلنا إنه giant بتيجي بمعنى very huge Enermos very big كبير جدا ضخم جدا giant Enermos يعني تمها وراسها للإيل اللي هو سمك الأنكلس أو الإنكلس بحكولو مال تمها وراسها very big Enermos Enermos head and mouth Its mouth was so big that it could eat fish as big as itself لو قلتلك إيش الكاركترستيك of an eel mouth لاحظ أنا هون سألتك عن صفة الماث الخاص بالإيل ما سألتك عن الكاركترستيكس in general لو قلتلك What are the characteristics of eel بدك تحكيلي long thin tail and an Enermos head and mouth هذه الكاركترستيكس لكن لو سألتك What is the main or what is the characteristic of an eel mouth يعني تم الإيل هذا إيش الكاركترستيك تابعه؟ إنه very big that it could eat fish as big as itself أو مثلا ما سألتك لو قلتلك What could an eel mouth do؟ شو بيقدر تم سمك الأنقلس الكبير يعمل؟ بتقول لي it could eat fish as big as itself تمام؟ طيب نيجي هلا للبارغرف اللي بدنا نحكي عنها there were tiny squid شوفوا until now we are reading only the narrator's descriptions إحنا منقرأ وصف الناريتر so most of the rules for the narrator يعني أنا عندي للقصة راوي راوي بيروي بيعطينا بعض الديالوج أو الحوارات أو المحادثات بين الكاركتر أوكي there were tiny squid that made light in their own bodies they shone like little flashing stars أوكي إذن هوم بنحكي عن إيش عن السكويد what is it the squid what is it the squid وشوي عن السكويد شو هو السكويد طيب بالمعنى أحكي لك المعنى let me show you some pictures about the squid خليني أورجيك بعض البكتور للسكويد this is a squid and you need to know that squid has different different types يعني في أنواع مختلفة من اللي سكويد إحنا بنقدر نشوفها تمام ممكن ناخد كمان picture I'm sorry this is the squid this is also squid see this is squid also هاي different kinds of squids okay squid now what are the characteristics of these squids what are the characteristics of these squids خلينا نشوف شو الكاركترستكة تمعت السكويد هاي إذن هون there were tiny squids what do you mean by tiny squids شي يعني tiny squids tiny squids tiny squids اللي هو الأخطبوط الصغير تمام هو بشبه نوع من أنواع الأخطبوط وهو صغير جدا تمام tiny لاحظون رجع استخدم لكلمة tiny tiny squids so there were tiny squids يعني حبار صغير كان في عندهم مجموعة من الحبار الصغير that made light in their own bodies made light in their own bodies يعني زي كأنه ماله كأنه أجسادهم عم تعمل أضوية أضوية من أجسادهم نفسهم متنطلق تمام بعدين شو حكالك they they عمين بتعود عمين بتعود they shone like little flashing star it's not the light it's about the squids about the tiny squids there were tiny squids لاحظ هون رحت تقولي طبية مسي squids ليش ما قالو لي squids تذكر أنا حكيت لك قبل شوي squids صح but we cannot use it with the s okay it's like fish لما باجه بقولك fishes ما بتوزبط so this is uncountable لما أحكي لك there were tiny squids إذن هون شو they على مين بتعود بتعود على السكويد شو بيعملوا شو شافوا هون أول the description of the squids أول شي made light in their own with lights هادا they shone يعني the lights اللي منهم they 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 the squids shone like little flashing star يعني كانوا بضوه زي نجوم صغيرة مالها نجوم صغيرة بالسماء ليه رح تقولي شكله متل لنجوم الصغيرة إذن تايبل بدنا نشوفه إنه أعطانا هو خليني أورجيكم إياهم ليش سماهم flashing like star or little flashing star النجوم صغيرة مضيئة إذن تايبل بدي يكون هم طبعا من النوع اللي هو الحبار اللي لما بيفتح أو يعني المجسات التنتكلز الموجودة عنده بيفتحها بتصير متل شكل إيش متل شكل ستار خليني أورجيك البكتور بيكون أحسن شايفين التنتكلز هاي it's like a little star يعني متل نجوم صغيرة تماما خليني نكمل ناو شوف شو حكالنا there was a small fairy sponge small fairy sponge what is the sponge طيب قبل ما نبلش شرح before we start explaining خليني أقرأ الكو بس هدول اللاين بعدين بدي أورجيكو this sponge what is a fairy sponge there was a small fairy sponge there were big squid and jellyfish that you could nearly see right through some of them had long hairy tentacles they floated around picking up pits of food one jellyfish looked like a plastic bag and with eyes like a plastic bag with eyes another one looked like a big round cochine okay a big round cochine خلينا بالأول نشوف the jellyfish ونشوف the sponge ونرى ناخد نظرة للسكويد there were tiny squid that made light made light in their own bodies يعني كانوا بيشكلوا أضواء بأجسادهم بشكلوا أضواء they shone like little flashing stars وكانوا بيعني شون لامعين أو مضيئين مثل little flashing stars كانوا جوم صغيرة مضيئة there was a small fairy sponge fairy sponge إذا بتعرفوا اللي هو حيوان بحري إذا بتعرفوا sponge pop بشبهوا بالضبط مثله بالضبط furry يعني إيش فروي إذن sponge فروي بيكون طبعا هون fairy sponge fairy sponge يعني اللي هو حيوان بالبحر بحر بيجي بشكله متل شكل الإسفنجة إذن إسفنجة فروية إسفنجة فروية there were big squid and jellyfish that you could nearly see there were there were squid يعني حبار big squid هلأ كان عيننا بالأول very small tiny هون أعطانا big squid يعني حبار صغير سوريا حبار كبير big squid سو متل ما حكينا يا شباب there were big squid big squid يعني حبار كبير كان في حبار كبير تمام and jellyfish وقندي البحر that you could nearly see right through يعني بالكاد انت قادر تشوفه من خلاله بالكاد يدوب يدوب مبين some of them had long hairy tentacles بعضهم عندهم hairy tentacles this is a hairy tentacles شو يعني hairy tentacles يعني مجسات أو أرجل شعيرية يعني فيها على شكل شعيرات كأنه كمية من الشعر hairy hairy long hairy tentacles long hairy tentacles تمام يا شباب long hairy tentacles طيب كله طبعا هذا أنا أعطيتكم parts of speech لا كله as you remember I gave it to you طيب لو سألتك this is a question what were the what were there beside the furry sponge according to the narrator there was a small furry sponge what were there also what were there also the answer will be there were big squid and jellyfish and you could nearly see right through يدوب قادر تشوفهم طيب حكينا some of them had what did some of them have some of them had long hairy tentacles لاحظ هنجو بحكي لك they floated around picking a bit of food picking a bit of food they floated floated what do we mean by floated يعني كانوا هم بعوموا في البحر أو يطفوا كيف هم بمعنى طفا أو يطفوا على سطح المكان لكن هون floated floated يعني كانوا بعموا على سطح ال screen videos around من حواليهم ال sponge and picking up bits of food bits هم بمعنى فتات فتات bits فتات أو قطعة صغيرة very very small pieces of food فود اللي هو الطعام one jellyfish looked like a plastic bag with eyes one of these jellyfish or how did one of these jellyfish look like كيف بدى واحد من الجليفش قنديل البحر الموجودة like a plastic bag with eyes إذا نشوفي description like a plastic bag with eyes another one looked like a big round caution another one looked like a big caution التاني كان يبدو مثل big round caution كمسنا الدائري كبير مسنا الدائري كبير إذا لو سألتك هون تمام how did one of the jellyfish that the characters saw on the video screen look like يعني كيف كان أشكال أو إيش وصفوهم لما شافوا الجليفش الموجودين على الفيديو سكرين أول شي the one with big like a plastic bag with eyes مثل كيس بلاستيكي وفي عيون لإله another one التاني looked like a big round caution يعني يبدو كمسنا الدائري وكوشن هون معناها مسناد تعرفوا هذا مسناد اللي بيجي على الكنباي بس مو مربع بيكون دائري بنحط على الكنباي أو بنحط منظر على التخط وإلى آخره ميجي هون لأ the last paragraph that we are going to talk about there was an incredible creature that looked like a flower so now after seeing a furry sponge and squid with lots of jellyfish and as you can see they also see some kind of hairy with hairy tentacles حكينا إنهم كان في عندي jellyfish كان في عندي squid وكان في عندك اللي هو ال furry sponge after seeing all these there was an incredible creature what was that an incredible creature look like look like a flower لاحظ كيف إذن هناك بعديها لما حركوا الكاميرا كان في هناك incredible لاحظ incredible adjective incredible creature إذن الانcredible شو وصفت 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 لcreature النoun incredible مذهل مذهل كان في مخلوق مذهل that looked like looked like هون يبدو تمام؟ معناها يبدو 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 like what؟ مثل إيش؟ أفلاور مثل وردة what was its name؟ or what was called؟ what was it called؟ it was called a sea lily sea lily تمام؟ it was called sea lily sea lily but it was an animal طبعا هو اسمه sea lily للي هي نوع من أنواع الزهور ولكن هو كان إيش حيوان بحري إذن مرة تانية after seeing the furry sponge squid and اللهم ساسه محمد jellyfish okay and all the description that the narrator gave to us about all these sea creatures now in the last paragraph they saw an incredible creature called sea lily sea lily let's see what do we mean by sea lily and it said it's not as a thing or anything it was an animal okay so what do we mean by sea lily sea lily متل بحكيت لك it's a kind of a flower تمام؟ but this is not a flower it's an animal يعني هو نوع من أنواع الزهور ولكن هو هم مو زهرة هو animal إذن what was the incredible creature that looked like a flower it was called sea lily was it an animal yes it was an animal طيب the part of it the part of it يعني أجزاء it على مين بتعود يا شباب it refers to what to the sea lily it refers to the sea lily أو incredible creature both of them correct لو قلت لي incredible creature أو قلت لي it بس ولكن الأصح إذا جدلك it high بتعود على incredible creature ولكن هون it high بتعود على sea lily sea lily okay the part of it that looked like leaves and the flower were actually tiny tentacles هلأ أجزاء هادا sea lily أو incredible creature looked like اللي كانت تبدو متل اللييفز متل أوراق الشجر and the flower وكزهرة were what were actually tiny tentacles يعني كانت عبارة عن مجسات صغيرة they picked up food and passed it it يعني هاي المجسات بتلتقد الفود و شو ما لها passed it وتعبروا من خلاله وبتعبر يعني من خلالها بيعبر إيش الطعام إلى sea lily إذا أجين مرة تانية بنرجع بنعيد وبنرجع بنكرر إنه after seeing sponge fairy sponge squid and what also jellyfish there was an incredible creature that looked like a flower but it is not a flower يعني هو ما كان عبارة عن ورده هو يبدو looked like يبدو okay but it wasn't flower okay it is it was called sea lily but it's an animal it's a sea creature it is a sea sea animal okay the parts of it يعني أجزاؤه looked like leaves اللي أجزاء اللي عنده اللي بتبدو مثل leaves أوراق مثل الأوراق الشجرة أو أوراق الورد أو مثل flower itself actually بالحقيقة هي عبارة عن إيش tiny tentacles there are function for it يعني فيه function لإلها الفنكشن إنه these tentacles picked up the food and passed it هي بتلتق الطعام وبتدخله لهذا الحيوان من خلالها تمام إذا مرة تانية حكينا إنه الفنكشن of these tiny tentacles إنه هي picked up the food and passed it to the animal's mouth in the middle of the flower this is it هلا برفعلكو الشاشة بتشوفو أكدر I'm sorry because my net is not working I really wanted to show you some pictures about these creatures بس but إن شاء الله in the other video I will show you إنه مش كتير ضابط عندي بس إن شاء الله رح أورجيكو طيب هلا هون إذا متل ما حكينا إنه this incredible creature أو اللي 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 هي اللي creature أوكي هادي شو مالها اللي أوكي أو sea lily هو عبارة عن عنده tentacles these tentacles looks like leaves and flower but it's not flower or leaves it's actually tentacles these tentacles these tentacles have a job أو function عندها وظيفة أو function إنه الوظيفة والفنكشن لإلها شو هي إنه it what picked up food and passed it to the animal's mouth in the middle of the flower هي بتلتقط الطعام وبتمرر لفم هذا الحيوان اللي موجود in the middle of the flower after two hours after two hours said do you want to go soon jack locked round in surprise you are not bored already are you dad he asked شوفوا إذا جاك اللي كان بالبداية at the beginning was so bored so mattered he doesn't want to go there he just stopped just complaining over and over again he doesn't want to go there he just wanted to go to other place and so on now he was surprised because his dad say do you want to go soon سونهم معناها إش قريبا سألهم أبوهم انتوا يعني حابين تروحوا أو تغادروا المكان قريبا jack locked round in surprise يعني استدار جاك على أبو بدحشة وهو مندحش and what did jack say to his father when he asked him to go soon or to leave the place soon he said you are not bored already يعني انت مش زهآن أصلا are you dad هل انت زهآن he asked so this means that that jack wanted to stay for more time watching these lovely sea creatures خلينا نشوف اللي أو السي للي كيف شكلها أوكي this is the sea lily البيج الموجودة في بيج 96 صفحة 96 عشان إن شاء الله بعد بكرة رح أعطيكو بإذن الله تعالى كل شيء أسئلة مطلوب ما تبقى من ورقة العمل اللي سلمتك إياها عن deep sea discovery من معاني وإلى آخر ويعطيكو ألف عافية إن شاء الله وإلى آخر وإلى آخر وإلى آخر وإلى آخر